اي جنجويت ولا قحاطي موجود على مستوى البزدة حقيقة اكتب لك اقول لك يا اخي كذب بقى كده الكلام مبدوه هم معارفين تماما نحن ما نجيب من اجل دونجل الصحة اراحكم الناس دعا مشيروا لايك في كل مكان اولا عاجلة والان كل الناس عارفة المعاركة الدائرة الان على مستوى منطقة ولاية السنر ولاية سنر طيب قبل كم يوم الناس عرفت تماما انه عمليات الامداد اللي بتجلي مليشيات الجنجويد وبالدليل جزء منا كان بيجي من جنوب السودان جزء منا بيجي من جنوب السودان وبأدلة قبضنا ناس في داخل الان مسجونين ومجنوعات كبيرة جدا وده السبب الرئيس الخلى مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان تود قلواك يجي لحد البر سودان ويقابل السيدة الغايدة العام عبد الفتاح الضرهان ويعمل معه بناء على انه تتخفى مسألة التم الجبد عليهم من جنوب السودان ويتم اطلق صراحهم والموضوع ده يتم التستر عليه تماما بناء على انه الظاهرة دي ما حتتكرر او ما حتحصل او ما حتسمح حكومة جنوب السودان حكومة جنوب السودان بعملية بتاع الدخول لأي بشر او لأي مرتزقة من اراضيها للسودان الكلام ده واضح طيب الكلام ده انا افتكر انه له متطيرات كثيرة ودل بخليني انه الان اقول لك انه حكومة الجنوب بدت تعي الخطر الحقيقي المحيط بيها والليل حكومة الجنوب عملت حاجة بتخلينا انه نكون مبسوطين جدا جدا ولاية السنار دي اخوانا ما ساعت في انه دخول ماليشيات الجنجويد ولاية السنار الا عمليات الامدادة السابقة كانت بتجي سواء كان من على مستوى منطقة شمال اعالي النيل ركز معي كويس يعني من جنوب السودان من شمال اعالي النيل دخول مرتزقة وسلاح وقيره وتفاصل كثيرا المعاركة كانت دائرة طيلة التلاثة عيام المضضي ونحنا في تساؤلات كثيرة بالنسبة للانسان السوداني بقول لك يا اخي النادزل دخلوا بي وين النادزل كان وين النادزة الان اتضحت الرؤية تماما اخوانا اللايف بدأ يقطع الناس تعمل شير بدأ يقطع الناس تعمل شير ولايك سريع بدأ يقطع الناس تعمل شير ولايك حول الله الناس تعمل شير ولايك سريع يا اخوانا كويس فالناس بتسهل انه طريقة دخول طريقة دخول الجنجويد بالطريقة دي لولايات السنار او لمناطق كتيرة كيف فالآن نجايدا لديك الاجابة النازل كانوا بيستخدموا عمليات الالتفاف عمليات الالتفاف كانوا بيستخدموا انه يدخلوا عبر جنوب السودان عبر شمال اعالي النيل عبر شمال اعالي النيل عبر شمال اعالي النيل الكلام دا الآن عبر شمال اعالي النيل بيدخلوا بيعمل عملية الالتفاف طلعت 80 عربية قتالية من ميليشيات الجنجويد بكامل عتاتة من عن طريقة دار والمزموم دخلت لمنطقة الشمال اعالي النيل الكلام دا عاجل والآن الكلام دا الآن دخلت لدولة جنوب السودان عبر شمال أعالي النيل 80 عربية قتالية بغيادة واحد من مليشيات الجنجويد بلد بدعقيد خلع حكومة جنوب السودان حكومة جنوب السودان عملت حاجة مهمة ليلة تم القبضة على 80 عربية الآن وموجودين الآن في أعالي النيل ولاية أعالي النيل الآن 80 عربية قتالية بكامل تسليحهم تم القبضة عليهم وانا الكلام ده أقول لكم متأكدين 100% منه الآن ومحتمل أنه الآن حكومة جنوب السودان تبطع في عملية بتاعة لقاء تلفزيوني بعد شوية على أساس أنها تأكد المسألة دي وده بخليني أنه نقول أنه حكومة جنوب السودان وعت الدرس وعرفت تماما أنه المرحلة القادمة يجب عليها أنها تشتعل تشتغل مع القوات المسلحة بناء على دقاء الدولة السودانية بيعني دقاء هذه الدولة دولة جنوب السودان الكلام ده الآن ونتوقع في اللحظة دي بيان لحكومة جنوب السودان أنه تم القبضة على 80 عربية قتالية تتبع لمليشات الجنجوية الآن ده جانب الجانب الثاني ده تقيير بتاع موقف حقيقي الجانب الثاني والمهم جدا جدا الموقف العمليا دي أول حاجة كلكم عارفين تماما أنه فاشر السلطان فاشر الرجال اتعرضت ليه؟ أكبر كمية من عمليات التدوين العشوائي في التدوين المقصود من قبل مليشات الجنجوية طيب الرد كان كلها دي الناس كلها قاعد تتكلم الآن في الميديا إنه مضعين 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 والكلاط أنا حاجة أديك التدوين حاجة أديك الحقيقة الحاصلة أول حاجة يا خوانا طبيعي جدا جدا كونك أنت بتهدد في أهلي أنا حهدد لك أهلك الحاجة دي يا خوانا نحن مسار الحرب المليشة بتاحت الجنجوية المليشة بتاحت الجنجوية المسار المتخضى في الحرب ده نحن ما كنا دار بنو ياخذ المنحنة ده إنه أهلي وهالك لكن هي رسمة المسار ده وتبقى قدره المسار ده رسمته المليشة تحت الجنجوية وتبقى قدره الآن القوات المشتركة مع القوات المسلحة في عملية حقيقية في أطخم دخول مدينة أبداعين أنا ما بقول لك في أي معركة الآن لكن دي الحق معلوم المؤكد إنه في أطخم دخول أبداعين جو من وين ما جو من وين دي ده البحير مليشة الجنجوية نحن قلنا لك عندنا نه كل الإمكانيات الممكنة اللي بتخلينا إنه نوصلك حتى لو أنت في أي مكان نوصلك لحد دي لانتك والكلام دي أخواننا جني تاج لعملية بتاع التدوين عشوائي على أهنة في ولاية شمال دارفور في الفاشر التدوين العشوائي اللي قاعد يحصل على مستوى المناطق دي هو دفع القوات دي إنها تترك حاجات كثيرة على أساس إنها توصل لشنو؟ توصل للأماكن اللي بتتخذ منها مليشيات الجنجوية السلاح والبيتتخذ منها المرتزقة بتجندهم في داخل صفوفة فده أدى إلى عملية بتاع دخول القوات المسلح والمشتركة على أدخل مدينة الضح على يوم الجاية طبعا حتى تشهد عمليات حساسة جدا جدا إنت تضرب في ناسنا نحن نضرب لك ناسا نفس العملية اللي حتحصل التدوين اللي بيحصل إنا نحن ندوين الجناك الحاجة دي حتحصل ده جانب الجانب الثاني المتغيرات الآن الحصلة على مفتوى أرض الواقع والاعتراف الحقيقي من الكفيل ومن دول كثيرة بشرعية حكومة السيدة القيدة العامة عبدالفتح الضوحان الكلام ده أخواننا ما كلامي أنا ولا كلامي كونينتو ده كلام حتى الدول المحيطة الآن بدأت تغيركم نوقفها هو الدليل سيارة أبي أحمد حقة الليلة اليوم ده والسيدة القيدة العام لحكومة السودان ده بأكد تماما أول حاجة خليني من التفقع على شنو وعملوا شنو أول نطة الاعتراف الضمني بحكومة السودان إنما حكومة برسودان زي ما بيقولوا كحاطة واتنين ثلاثة الحكومة دي أصبحت هي حكومة السودان وده حكومة الأمر الواقع ده الدرس المستفاد من زيارة أبي أحمد للدولة السودانية قابل طياتة الدولة السودانية المتنصر في عبدالفتاح البرهان إن قبلت بيهو أو لم تقبل بيهو دي الحقيقة الآن العاصلة دي حاجة الحاجة الثانية والمهمة الشديدة اللي هي الزيارة بتاعتنا وزير الخائجي السعودي ونحن نفكر إنها دي زيارة إيجابية والردود منها على حسب المصادر بتاعتنا وعلى حسب الناس المقربين منه إنه المناقشات وهم محور النقاش كان في تفاصيل الرجوع لمينبر جدة وكانت الردود واضحة وأنا أفتكر كل أبناء الشعب السوداني شاهدوا الردود الواضحة اللي هي نتجت من السيد عبدالفتاح البرهان في إنه ما عندنا مشكلة في إنه يكون فيه نرجع لمينبر جدة ونستكمل ما بدأناه في 11 أبريل 2023 ألا وهو تفاصيل واضحة في خروج مليشيات الجنجويد من الأعيان المدنية والتفاصيل دي إذا وافقت الإدارة السعودية والإدارة الأمريكية في إنه تقنع مليشيات الجنجويد بالخروج من كل الأعيان والتفاصيل دي فنحن ما عندنا نوانع بكرة منمشي منوعد معاكم في جدة من نرجع من نستكمل ما بدأ في 2023 في مايو الكلام دي هنا بيقى واضح تماما يا أخواننا مايو عفوا بيقى واضح ما في أي تفاصيل تاني دي كل ما جاءت به البرقية اللي هي من ولي العهد والعاهلة السعودي للسيد عبدالفتاح البرهان والرد بنفس البرقية دي اتكتبت برضو ويتوجهت ليهم والردود كل الناس شاهدت ما نايف وكيل الخارجية السعودي طلع قاشر اخواننا التقييرات دي كلها وحتى مجهودات اشجار الشمالية مصر في انه توفغ ما بين الكتلة السياسية السودانية ده بيأكد لك تماما كل الكلام الدائر ده كل الكلام الدائر ده هو من مجهودات السيد الحارس السيد الحارس شكرا للحارس على الوضوح المندوبة الدائم لدى السودان في الأموة المتحدة سيما قال بقول لك انه القحطة قول لك المندوبة الجيش اعتراف حقيقي وده كلها ضغوطات خارجية وده نتاج للخطاب بتاع السيد الحارس في الأموة المتحدة والشفافية بتاعته خلت الضغوطات الكثيرة دي والضغوطات الخارجية دي بالإضافة لبيع الأرض عديل ولا من تسجسة للروس والآن الروس اتراجعت وجدنا عرضنا على اتجاهات كثيرة والليلة الروسية الآن ممكن تكون في عملية بتاع الزيارة لوزير الخارجية الروسي للسودان في المقبل الأيام القاتمة ياخوانا المسألة دي فوق عملية بتاع التقييرات خارجية تقييرات خارجية كثيرة جدا جدا حتى الزيارة بتاعت أبي أحمد وزيارة بتاعت الوكيل الخارجي السعودي والزيارات دي حتى وتقيير موقف حكم الجنوب السودان وإنه حقيقة على آرض الواقع تقبل ثمانين والتفاصيل ياخوانا دي كل تقييرات حقيقية ما ما كلام ساي دي تقييرات حقيقية ومجهودات حقيقية بزلت من قبل السودانيين في الخارج والسودانيين في الداخل خلقت عملية بتاعة رجوع لأنه كل الدول المحيطة دي إنها تجي تقعد معاك على أساس أنه يعترف بك أول حاجة اعتراف ضمن بالحكومة الموجودة دي إنها بتمثل الشعب السوداني إنها بتمثل وإيه حكومة السودان دي أول حاجة نحن كنا محتاج لها لإعتراف الحقيقي الحاجة الثانية كلكم عارفين إنه أبي أحمد دي يعني قريب جدا جدا من الاتحاد الإفريق وإنه بساعد الدولة السودانية بساعد إنه تجميد فك التجميد بتاع الدولة السودانية في الاتحاد الإفريق ودي حاجة مؤكدة تماما في مقبل الأيام الجهياتي والضغوطات نحن ما داري نتكلم عنها اللي يتعرض لها بأحمد والتفاصيل لكن كوني يجو ويأكد تماما وعلى